أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن برنامج المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي جاء وافيا شاملا يشتبك مع هموم المسلمين ويناقش قضاياهم وقال الأزهري في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمكة المكرمة إن المؤتمر يحشد الطاقات والقدرات لمواجهة كل الصور العنف والتكفير والتطرف والغلوب والتشدد بجوار بيت الله الحرم انطلقت بمكة المكرمة فعاليات الدورة التاسعة لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي بمشاركة فود 62 دولة وذلك تحت شعار دور وزارة الأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيق قيم الاعتدال وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استعرض دكتور عبداللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية النهج الراسخ للمملكة في جمع الكلمة ووحدة الصف وتفعيل مبدأ التعاون على البر والتقوى وتنقية الخطاب الديني مما لحق به من الفهم المغلوط إضافة إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش وترسيق مبادئ الوسطية وتعزيز المواطنة في العالم الإسلامي نناقش مواجهة مستجدات التطرف والإرهاب وسبل تحصين المنابر من خطابات الغلو والتشدد وتعزيز قيم التعايش والتسامح وتصحيح فهم الخطاب الديني من جانبه قال دكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رئيس وفد مصر للمؤتمر إننا في مصر نعتز بالأخوة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أما فيما يتعلق بقضية المواطنة والانتماء قال وزير الأوقاف إن ملداننا تواجه خطاب التطرف الذي يقزم شأن الوطن ويجب أن نتحد جميعا لمواجهة هذا الخطاب المتطرف لرفعة شأن الوطن وتعزيز انتماء الإنسان لوطنه وضعت على أجندة هذا المؤتمر عدة أهداف وعدة أعمال أولها قضية مواجهة التطرف والإرهاب التي كانت ولا تزال هي الهم الشاغل الذي نريد أن نحمي منه بلادنا وأوطاننا بكل ما نملك نحن في مصر قطع نشوط كبير بفضل الله ونجحنا في تأمين بلادنا وأوطاننا من هذا الشر الكبير لكن لا بد من استمرار العمل على تحصين الأجيال القادمة وعلى حماية العقول وعلى حماية أجيال الشباب وعلى حماية كافة شرائح المجتمع وعلى الاستمرار في تقديم مواجهة جسورة وقوية لكل أفكار الإرهاب وتياراته وأدبياته ومنطلقاته ومفاهيمه كان هذا أحد أهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر هذا وقد تطرق المشاركون في الجلسة الافتتاحية إلى العديد القضايا منها تحصين المنابر وقضية المواطنة والانتماء وقالوا أن العالم يواجه تحديات جسيمة من أطراب المفاهيم واختلال التوازن الأخلاقي إضافة إلى الصراعات والحروب وخطبات الكراهية التي صورت مجتمعاتنا على أنها عالة تاريخيا ومستقبليا على الحضارة والحدثة وأن المسؤولية ملقا علينا جميعا وعلى وزراء الأوقاف بشؤون الإسلامية من أجل حماية المجتمعات والحفاظ على القيم الأخلاقية وتجديد فهم الخطاب الديني وجدت مجتمعاتنا أنفسها مرارا وتكرارا في مواجهة سياسات الاستقطار وأجنداتها تارة وتارة أخرى في مواجهة خطابات الكراهية وصورها التي صورت مجتمعاتنا وكأنها عالة تاريخا وحاضرا ومستقبلا إذن فقد اتفق وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في اجتماعهم التاسع بمكة المكرمة على ضرورة توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب والغلو والتطرف مع إعلاء قيم المواطنة والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الدعوة والإرشاد بكافة الدول الإسلامية من مكة المكرمة لمياء موافي التلفزيون المصري